وارجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة ونكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد طبعا كلنا بنتبع اللي بيحصل في التحديد وتصعيد المستمر من الجانبين لكن وسط الكلام ده كله تم الأبض على ثلاث أجانب داخل الميدان وكمان تم الأبض على أجانب في مطار القرارة بحوزتهم السلاح هنتكلم عن الأخبار دي ونحاول كده نفكر مع بعض إذا كانت هي نفس اللهجة اللي كان بيستخدمها النظام السابق اللي اتحاولت للنقطة بين شباب الثورة وهي تحويل الشعب كل الأجندات وآدي خارجية وعملاء كمان هنتكلم طبعا عن تصاعد الأحداث في ميدان التحرير نورنا في استوديو الكاتب الصحفي أساز عمر حسنين رئيس قسم الحوادث بالمصر جميع صباح الخير يا فن خلينا بس نتكلم عن نبتزي على طول على تعليق حضرتك على الأحداث المتصاعدة في ميدان التحرير أولا بداية اشتعال الأحداث هو مسألة فض المعتصمين من مصاب الثورة هذا الخطأ أو هذا الفخ وقعت فيه وزارة الداخلية للمرة الثانية حيث سبق ذلك ما حدث أمام مسرح البلون وتعاملت الداخلية بشيء من العنف وأعطت الفرصة أو تسببت في الهجوم على وزارة الداخلية هذا ما حدث صباح يوم السبت الماضي والذي كان فتيل إشعال الأحداث التي نراها حتى الآن كان يجب إما أن نترك أهالي المصابين معتصمين أمام مجمع التحرير وخصوصا أن عددهم لم يتجاوز المائتين ونضح حراسات عليهم تمنعهم من تعطيل نهر الشارع هذه الحجة التي تتزرع بها وزارة الداخلية لكن مسألة الفضل لا ننكر أنها كانت عنيفة وأنها كانت يعني لا أريد أن أصفها بأنها غير آدمية هذا الخطأ الشنيع الذي وقعت فيها أجهزة الأمن هو الذي أشعل الفتنة وهو الذي أعطى الفرصة لمن نصفهم الآن بأنهم يحاولون إحراق وزارة الداخلية وهو الذي أعطى الفرصة لأن نقول أن هناك أياد خارجية تعبس في ميدان التحرير وأعطى الفرصة لحالة الاشتعال وحالة الخوف وحالة القلق وحالة الارتباك التي تعيشها مصر الآن أما بخصوص ميدان التحرير فالذين يوجدون في صنية الميدان ويقررون أنهم قرروا الاعتصام وأنهم لهم مطالب أي أن كانت هذه المطالب فهم هؤلاء ثوار هؤلاء هم شباب مصر الحقيقي الذي قام بالثورة وعاد الآن ليقوم بالثورة ثانية أو يصحح ثورته أو يحافظ على ثورته لكن ما يحدث في شارع محمد نحمود وفي ميدان باب اللوق وفي جميع الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية أنا بالأمس تقريبا السادسة مساء توجهت إلى ناحية وزارة الداخلية ولكن من ميدان باب اللوق وجدت أن هناك أعداد غفيرة من الشباب وهناك كر وفر مع القائمين بتأمين وزارة الداخلية وهؤلاء الشباب إذا كان هؤلاء الشباب يرودون الاعتصام ويرودون التمسج ومطالبهم لماذا لم يتوجهوا إلى ميدان التحرير هذا السؤال المحير وهذا السؤال الذي نريد إجابة حقيقية عليه طيب أنا هقول لك يمكن تساؤل كمان أو يمكن استفسار لأن الاستفسار ده كمان الناس كثيرة جدا بتقول أن في محاولة لاقتحام ميدان التحرير فعشان كده الناس وقفة في شراء محمد محمود عشان تحمي الميدان لأن الداخلية تدخل تضربهم تاني الإجابة على هذا التساؤل يمكن أن نلخصها في أدة نقاط أولا اللجنة أو المجموعة التي شكلها الشيخ مظهر إمام مسجد عمر مكرم فجر السئل أحد عندما توجه إلى وزارة الداخلية وتمكن من الإفراج عن عدد من شباب السورة الذين تم القبض عليهم وتم الاتفاق مع الشيخ مظهر على التهدئة على أن يعود السوار إلى ميدان التحرير ويمارسوا حقهم السياسة وحقهم الطبيعي في التظاهر وفي الاعتصام وفي ممارسة كل أشكال لاحتجاجات في ميدان التحرير في مقابل ذلك أن توقف وزارة الداخلية أو أجهزة الأمن أو المسئلين عن تأمين وزارة الداخلية عمليات إطلاق القنابل المسيلة للدموع ومهاجمة المتظاهرين وزارة الداخلية بدأت بالتهدئة وتوقف إطلاق القنابل المسيلة للدموع ولكن لم يتوقف الذين يصممون على الوصول إلى وزارة الداخلية هؤلاء الذين يحاولون اقتحام الوزارة الداخلية يمكن تقسيمهم إلى عدة فئات أو أطياف منهم من هو له الثأر مع الداخلية من أصيب من أصيب أو من قتل أخيه أو من قتل صديقه أو من حدث له إساءة أو إصابة أو شيئا من السوء من أجهزة الأمن وهناك من هم فقدوا كل شيء الشباب عندما يفقد كل شيء عندما لا يكون له سكن وعندما لا يستطيع أن يتزوج عندما لا يستطيع أن يجد فرصة عمل وعندما لا يجد أمامه إلا الوقوف على نواصل الشوارع فما المانع أن يتوجه إلى وزارة الداخلية يعني مش هيخسر حاجة اللي ما عندوش حاجة يخاف عليها مش هيتجرع إلى جانب أن بالتأكيد هناك مستفيدين من هدم رمز الأمن في مصر وخصوصا أنا لا أدافع عن الأمن كجهاز أمن ولكن أدافع عن وزارة الداخلية كرمز للأمن نحن لا نستطيع أن نعيش دون وجود أمن لا طبعا يفهم بس هو عمدتا خليني أقول لحضرتك كمان يمكن غياب الشرع المصري بيشتك أن فيه غياب أمن يعني وعن ناحية التانية فيه وجود مكثف عند وزارة الداخلية لحماية وزارة الداخلية فيعني ما شاء الله وتوجودهم موجود عند الوزارة بشكل مكثف جدا وفي البلد البلد سعيبة تماما وما فيهش أي أمن بس خليني نقول إذن نحلل الموضوع ده وفيه حالة من النعدام الثقة ما بين الجهتين الجهتين جهت الثوار وجهت الداخلية نحلل الموضوع ده طيب أولا خليني يعني أبدأ الأول بنقطة لا يمكن أحد أن عدد الجرائم وخصوصا الجرائم العنيفة المتعلقة وجرائم النفس اللي هي القاتل والشروع فيه والسرقة بالإقراء وجرائم الخطف وجرائم السطو زادت بشكل غريب جدا بعد الثورة لم تستطع جهزة الأمن أو الداخلية وحدها مواجهة ذلك لأن هناك سلاسين عاما من القهر تمارسها أجهزة الأمن ضد الشعب فلا حتى المواطن العادي متعاون ولا عنده ثقة في وزارة الداخلية وبناء على ذلك تم تدعيم وزارة الداخلية بعناصر من الشرطة العسكرية هناك يعني يوميا ونحن ممكن أن نراجع وسائل الإعلام هناك حاملات مستمرة بالتعاون بين الجيش والشرطة جهاز الأمن العام والشرطة العسكرية وتسفر عن نتائج يعني ومسألة ضبط الأمن في الشارع طب حركة لي تقولي النتائج دي أنا النتائج يعني لو حذرك رجعت الصحف النهاردة ستلاقي ضبط أعداد كبيرة من الهاربين وضبط أعداد كبيرة من الأسلحة التي ملأت الشوارع طبعا هو لا زال هناك يعني خلل في أمن الشارع ولزالت الجرائم مستمرة ولزالت مسألة الردع غير موجودة هذه نقطة أما نقطة كيف نصل إلى حل أننا يعني نضع جميعا مصلحة مصر أمام أعيننا سواء جهاز الأمن وهو الجهة الرسمية المسؤولة وعليها أن تبدأ أولا أنا ما جيش أطالب الإبن أنه يلتزم وبعدين ولد ويلتزم لا طبعا يفنه هو لازم يكون في تعاون ما بين الجانبين ما بين الشعب والشبطات على أجهزة الأمن أن تبادر أولا بالاعتزار عما حدث لأسر الشهداء الاعتزار عن استعمال العنف في بعض الأحيان ضد المتظاهرين أن تقدم يعني أفعال لوقف هذا العنف وأيضا على السوار وعلى القيادات السياسية وعلى من هم موجودين في مدان التحرير وتحديدا حول وزارة الداخلية أن يقنعوا هؤلاء الشباب بأن مصلحة مصر هي الأهم وأن اجراء الانتخابات في موعدها هو الخطوة الأولى لتحقيق مطالب الثورة وأن يعود كل طرف إلى مكانه ويعود كل طرف ليأدي مهمته يعود السوار إلى مدان التحرير يطالبوا أو يعتصموا أو يفعلوا ما يريدون ويعبروا عن أراءهم وأن تعود أجهزة الأمن إلى دورها في تأمين الوطن ومطاردة الخطرين والمتهمين في ربوع مصر طبعا ياريت التوجيه كله يكون للبلطغية ياريت يعني بنتمنى أكيد طيب خلينا نتكلم عن الثلاث أجانب اللي طم القبض عليهم في مدان التحرير اللي بيقال أنهما كانوا بيقوموا بتحريد المصريين عشان اختحم وزارة الدخلية وغير كده كمان عايز أقول حديك أن حديك أكيد كنت متواجهة في مدان التحرير مدان التحرير فيه أجانب لأن فيه مراسلين ومن كل حتة بيغطوا الأحداث اللي بتحصل في مدان التحرير فعايز أعرف تدايات الأمر وصلت لإيه وإيه الإثباتات الموجودة على الثلاث أجانب وجنسياتهم إيه أولا وجود الأجانب في مصر موجودين في التحرير وفي كل حتة ويعني وأنا وأقول لحديك مبارح في مدان باب اللي هو كان فيه أجانب من كل تقريبا من جنسيات كتير لكن هؤلاء المتهمين الثلاثة هم شباب في العشرينات وهذا حسب ما صرحت به مصادر التحقيق في مكتب النائب العام جنسيتهم أمريكية قالوا يعني قال شهود عياد من المتواجدين مع هؤلاء الثلاثة المتهمين عندما تم القبض عليهم أنهم كانوا يشاركون المتواجدين في شارع محمد محمود في إلقاء القنابل الملوتوف ناحية وزارة الدخلية في أثبتات سفن دول الشهود العامة اللي بيقولوا كده الشهود طبعا التحقيقات سوف تبدأ يعني خلال الساعات القادمة لأن هؤلاء أمريكان ولا يتم التحقيق معهم إلا في وجود محامي عنهم بالأمس مكتب النائب العام أو أجهزة تحقيق أخترت السفرة الأمريكية لإرسال محامي يعني هم لم يقل أحد أنهم كانوا يحرضوا المتظاهرين على اقتحام وزارة الدخلية لكن وهم قالوا في بداية التحقيقات أنهم يعني تعاطفوا مع هؤلاء الشباب فشاركوهم يعني كشباب أمثالهم يعني زيعترفاتهم هما في التحقيقات التحقيقات المبدئية يعني نحن موالين ولا أجندات لم حدش قال ولا حتى التحقيقات قالتش أن دول ناس يعني مش تنظيم ولا دول مثلا جايين حسب أجندة معينة عشان ننفذوها ويتم اقتحام وزارة الدخلية طيب خلينا نيجي بقى الحاجة تانية تعليق حضرتك على زيادة عدد الجرحة والشهداء في مدان التحرير أولا يعني زيادة عدد الإصابات هناك إصابات كثيرة طبعا صباح اليوم حسب تصريحات وزارة الصحة وتصريحات رسمية عدد الشهداء في مدان التحرير أو الضحايا كما يطلق عليهم في بعض الأحيان وصل إلى 30 شهيد عدد المصابين يعني بالمئات هناك إصابات كثيرة مصابين بالألفات يعني مش بالمئات 1800 وصل إلى عدد المئات هناك عدد كبير منهم بسبب الاختناقات لأنه بالتأكيد وهذا شيء مؤكد أن الغازات التي استخدم هذه المرة في تفريق المتظاهرين هي مختلفة تماما ولا يمكن أن ينقو من يشمها إلا أن يصاب يعني تقريبا زكام من هذا السبب وسبب تردد على مدان التحرير لكن هناك إصابات يعني لا يجب أن نقف عندها وهي الإصابات الطعنية يعني هناك إصابات بالرصاص وزارة الداخلية تقول وتصمم وتقسم أنها لم تستخدم حتى الخرطوش زي فندمه في ناس أدام معنين في إصابات في العنين طبعا يعني أنا ليس لا زملاء في صحيفة المصر اليوم مصابين أحدهم فقد عينه والآخر مصاب بخرطوش في رأسه والآخر أيضا في عينه في إصابات لكن وزارة الداخلية في كل بياناتها وحتى البيان الأخير وتصمم وتصر وتطالب من لديه إثبات أن وزارة الداخلية استعملت الرصاص ضد المتظاهرين أن يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وطبعا بالطبع فيه هناك بلاغات للنائب العام وصرح المستشارة عادل السعيد وتقارير المستشفية كمان نعم صرح المستشارة عادل السعيد أنه سوف يتم استدعاء عدد من قيادات وزارة الداخلية لسؤاله يعني معنى السؤال ليس معنى التهم التقارير ما أنا أتكلم عن الإصابات دي بناءا على التقارير الإصابات الطعنية هذه المسألة أمامها علامة استفهام وخلفها علامة تعجب وزارة الداخلية ممكن الضابط أو الشرطي يطلق رصاص من بناية أو من داخل وزارة فتصيب أحد المتظاهرين لكن كيف يستطيع ضابط الشرطة أو الشرطي أن يطعن متظاهرا في شارع محمد دحمود التقارير الطبي لشهيد الإسكندرية قال أنه لفظ أنفاسه نتيجة إصابته بجرح طعني وخبطة رضية على رأسه هل استطاعت أجهزة الأمن أن تدس بين المتظاهرين من يرتكمون هذه الجرائم؟ هذه النقطة لابد أن ننتبه إليها جميعا وهذا ما حذر منه السيد المشير بالأمس وهذا ما يحذر منه الأقلاء وهذا ما نتمنى ارجعوا إلى مدان التحرير حتى نستطيع أن نضبط يعني وزارة الداخلية ونضبط أجهزة الأمن ارجعوا إلى مدان التحرير حتى يعني ما جيش أنا وتسبب لنفسي في أن حدي وجه الاتهام من يضع نفسي في موضع الشبهات؟